السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الأعزاء اليوم غدين دروس حد خمسين انتشاب الجيد في الرياضيات نواصل دائماً سمريل خاصة درس آداد الكسرية ونبدأ على بركة الله السؤال رقم 2 ولاحظوا الشبكة التاربيعية وأكتب إذن عدنا العدد الكسري للجزء الأخضر إذن هذه هي الشبكة التاربيعية غدينشوفوا العدد الكسري الذي يمثلوا الجزء الأخضر إذن هذا هو الجزء الأخضر أولاً غدينشوفوا بعد الشبكة التاربيعية حتى هم من التاربيع إذن واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وهنا واحد يثلات أربعة خمسة يعني خمسة في خمسة كتلطينا خمسة أوروشرين إذن بمعنى أن هذ الشبكة فيها خمسة وعشرين تاربيع تحل من عدد أو من تاربيع خضرها إذن واحد يثل ثلاثة ثلاثة أوروضة أربعة مرات إذن فيها تماش إذن العدد الكثري للجزء الأخضر هو إثماع عصر إذن إثماع عصر من خمسة وعشرين يعني إثماع عصر على خمسة وعشرين نكتب إثماع عصر على خمسة وعشرون ثم العدد الكثري للجزء الأحمر إذن قلنا بأن الشبكة فيها خمسة وعشرون تاربيع غنكتبها فيما قال إذن غنشوفوا حد فيها من جزء أحمر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة فيها السبعة تاربيع إذن مجموع العددي الكثريين سنزمعوا هذه العدد مع هذه العدد يعني الجزء الأخضر مع الجزء الأحمر إذن إثماع عصر على خمسة وعشرون زائد سبعة على خمسة وعشرون إذن في حصة الماضية قلنا بأن إذا كان عدد كثري عندهم عددان يجمع عددين كثري لهم نفس المقام سنجعلوا سنجد ضمن المقامching ونقلوهما. لا نقلوه لأي شيئا أغير. نزلوه منا ونقلوه في مقام 1. ونضمعوا البصين اذا عندنا 8 زائد 7. وإلى جمعنا هذي الخضار مع اللون الحمر ستعطينا فعلة 9. سؤال رقم ثلاثة جوبتر جوبتر لاجريد كوابري اي جو كمبلاس. ادان هنا عدنا هاد الشبكة التربيهي غد يلاحظوها ونكملو هاد الكوستر اللي اعطاونا. اعطاونا هنا الشبكة كاملة حال فيها واحد زي ثلاثة اربعة ثلاثة مرات ادان ثلاثة. حلونا هنا من تربعة صفرة ادن واحد اتنين ثلاثة اربعة. هيدي اربعة على اتنو عشر. بالنسبة للتربعة الزرقة مع طوامتين نخص نحن نكتشفون واحد زي ثلاثة زي هي ازتا. ادان لوونا بالازرق ستا على اتماس. ادان الى جمعنا هاد الصفرين مع هاد الزرقين هنشفوش هاد طوامت مجموع. ادان اربعة على اتماس زائد ستا على اتماس كتعطينا عشر على اتماس. ادان هي هذه اربعة زائد ستا كتعطينا عشر على اتماس. وليش بدينا دلنا عملية طرح. اخدينا عشر على اتماس يعني هاد الزرقين مع صفرين نقصناهم من تربعات كاملين. ها غايش يطلنا غايش يطلنا اثنان ها هما هما دلوساتو اثنان على اتماس عشر يعني هنا المقام موحد هو اتماس غننقلو وغنديرو اه غنديرو عفوا نقصنا منها عما سي نجموع ديل هادا غدين نقصو من هربعة لاتماس يعني غدين نقصو غير اللون الاصفر هو هادا. شح غدين خلينا اه في اللون الازرق. ادان هلا خدينا عشره كاملة. خدينا عشره هادي زائد هادي هربعة زائد ستا. يعني ما خليناش تربيعات لهادو هادو خليناهم حسبناهم ان حسبوه غير الحمرين مع الزرقين. يعني عارفوا نيشي الحمرين هادالصفرين. يا شدينة حسبنا غير الصفرين مع الزرقين وحلا عطانا عزرقة علة معاش. لRadش دينا هاد عشر على الماعش اللي هي في ها الزرقين الصفرين. خديناهم جوج ونقصنا منهم هاد آه هاداللون الاصفر حال غايبقاوينا. غايبقاوينا هاد ست الزرقين. نفهم؟ حدان عسرة عسرة creatures فقط ما بين الأصفر والأزرق ما خديناش هد الأبيض. غير الأصفر زائد الأزرق었던 العوديعة لم啥 سوف نضع الاضطنعس اkopتอด اليك اسموس ا εί bung owners سوف احتضART اضافة على اطماز الزرقين. يعني غايب قولينا هاد اللون الازرق. بدان عصر على اطماز ناقص ربعة على اطماز كسي وست على اطماز. لاحظوا ان نعدي المقام بقى هو هو كننقله هنا. وكنشد عصر ناقص اربعة غط عطاني سيستة. بالنسبة للسمرين رقم اربعة انجيزوا ما يلي. اذا هنقض المنفوطه غضي ننجيوا لهذا القاعدة اللي اقضونا لجمع او طرح عاددين تسريين ليس لهم المقام نفسه ووحد المقامين. يعني لابيت نجمع او لان طرح وحد نجمع او طرح عاددين تسريين معدهمش للمقام الموحد نفسه. كنواحدو المقام كننا وريدكم في الحصة الماضية. اذا دا بغا دينجوزوا السمرين رقم اربعة. ونجيزوا ما يلي. عندي واحد على خمسة زائد ثلاثة على خمسة. قبل ما نبدو في العملية نشوف مقام واحد موحد. اذا عندي خمسة خمسة نعم مقام موحد غنزينا نكتب خمسة. وكنجمع البصين واحد زائد ثلاثة غططاني اربعة. اذا نجمع او اربعة على خمسة. عندي ثمانية على خمس اربعة على ثمانية زائد ثبعة على ثمانية. المقام هنا مقام موحد. اذا اشنو غدي ندير ثمانية غدي نحطها هنا. وغن دمع خمسة زائد سبعة تجعطيني ثمانية. اذا ثمات الى ثمانية. بالنسبة لعملية الثانية ساعدها نص المقام يعني المقام مواحد غنزين تطبو هنا وغندير 15 زائد 35 كتعطيني 50 يعني 50 على 100 هاته هنا عدي المقام مواحد غدي تعطيني 9 7 زائد 2 هي 9 9 على 9 هي 1 ثم عندي 4 على 5 ناقص 3 على 5 المقام مواحد رجنزين تطبو هنا وغنقص البسطة يعدي 4 ناقص 3 غنزين 1 جنزين هنمر العملية الثانية ساعدها نفسي عندي المقام مواحد غدي بنقلو هنا نقص هنا 100 8 منقص منها 75 كتعطيني 5 جنزين تطبقى 5 بالنسبة لعملية الثانية نفسي المقام مواحد غدي بنقلو هنا 15 ناقص 7 طبق لنا 8 ثمانية على 10 نفسي المقام مواحد هو 100 وغنزين 105 ناقص 5 ثم تعطينا 100 دائما لك البسط بحاله بحال المقام يعني البسط يساوي المقام يعني ستبقى واحد يعني هي هذه 100 على 100 هي واحد ثمرينا رقم 5 إذا في التمرير رقم 5 دلنا العددان الكثريان واحد على اثنان وواحد على ثلاثة وهما مقامان مختلفان واحد مقاميهما إذا هنا كيوريونا كيف تنوحده المقامات بيه الوحدوز لأعداد الكثريا كتكون المقامات ديلا مختلفة إذا نعدي هنا اثنان وهنا ثلاثة خسنا نرجع مقام مواحد كيف تكنديرو مثلا واحد على ثلاثة تساوي إذا واحد على ثلاثة غدينواحدة غدينواحد غدينشد واحد مضربه في 2 غنشد واحد مضربه في 3 واثنان مضربه في 3 واثنان مضربة في 3 إذا أحسبوا مجموعهما هناه البام يمكن لهيه anители مجمعهم إذا واحد على اثنان زائد واحد على ثلاثة تساوي واحد على ثلاثة هل أعطتنا بدأوا هنا بواحد على اثنين إذن واحد على اثنين سأعطتنا أعطتني ثلاثة على ستة إذن هاي ثلاثة على ستة على ستة الدرس تلقي ثلاثة غنضرب ثلاثة في واحدة تعطني ثلاثة وثلاثة في اثنين أعطتني ستة أرجع الثلاثة من اللي واحد المقامة هل أعطتني واحد من اللي درسه في اثنين هل أعطتني أعطتني اثنين واثنان من يضربتها ثلاثة تعطينا خمسة ايجا واحد على اثنان زائد واحد على ثلاثة تساوي خمسة على السسة ايجا ما وحدهم اما جمعتهم حتى وحد لهم المقام ديها نفس الشيء ده بهذا الجمع هنا الطرح نفس الطريقة ندروها حتى يفطر لون العدد الكسرين قال انما اثنان على ثلاثة واحد على اربعة لهما مقامان مختلفة ووحدوا مقامينهما اذا ما يمكنك ان فطرح今日は الاولى مقام بها نفس الطرحة اللي قدرت فيه ونضرب واحدة على اربعة سيفزا ادربها درا مجد الجزي ونضربها في مقام دي العدد الثاني اذا واحد نضربه ثلاثة أربعة حتى يقوم بتربار ثلاثة اذا واحد ل chợ ثلاثة واربعة았�ود ثلاثة ثم عن أرد وضع اثنان على ثلاثة موسيقى اثنان على ثلاثة ناقص واحد على اربعة من اللي وحدنا المقام اعطنا اثنى عشر اذا تحبقنا خمسة على اثنى عشر يلسك ايها قم اعتارك كيف تسدلنا قليناها خاصين ونستمروها الطريقة بسي الله نعبو اذا توحيد عاد انطرحه اذا كان هذا هو الدرس الجيلن بيلي وماما وعيدنا يتجدد في الحسفة المقبلة بالحولنا